اليوم الأحد ختمنا بحاون الله وحسن توفيقه أشغال المجلس الوطني للحزب الذي نعقد البارحة يوم السبت واليوم الأحد طبعا الحال في الملخص سيصدر بعد قارين إن شاء الله رحمن الرحيم للختم ولكن في الملخص أولا تم اعتماد مجموعة من الوثائق الرسمية للحزب من طرف المجلس بالتصويت وهي البرنامج الحزب لسنة 2024 البرنامج الحزب على المستوى السياسي على المستوى دير مراقبة العمل الحكومي العمل البرلماني عمل جماعة الترابية وكذلك الشأن السياسي بصفتين عامة المسألة الثانية هو اعتماد ميزانية الحزب لسنة 2024 وكذلك على المستوى التنظيمي اعتماد القرارات المتعلقة بالمؤتمر الوطني التاسع العادي التاسع للحزب تاريخ المؤتمر وهذه كلها قرارات صدقة عليها المجلس بالإجماع صدقة على تاريخ عقد المؤتمر إن شاء الله رحمن الرحيم في أبريل فترة الأبريل مايي 2025 صدقة كذلك على مسترة تحديد صلاحيات ومنهجية اشتغال اللجنة التحضيرية وصدقة على رئيس وأعضاء اللجنة التحضيرية لهذا المؤتمر هذا بطبيعة الحل بجهة المجلس نعاقد في ظروف استثنائية على المستوى الوطني على مستوى أمتنا وعلى رأسها القضية الفلسطينية وعلى مستوى حزبنا فالمجلس الوطني النقاش اللي كان من خلال التقرير السياسي الذي قدمه الأخ الأمين العام هو تقرير وافي شامل كل هذه القضايا سواء تعلق الأمر بالجانب الوطني زلزال الحوز المعالجة التي تمت رسميا برئاسة جلالة المليك ثم شعبيا ومختلف المؤسسات التي ساهمت في تضميد الجراح وفي معالجة آثر هذا الزلزال النقطة الثانية على مستوى أمتنا قضية فلسطين تأكيد المجلس الوطني وأعضاء المجلس الوطني أولا على المساندة المطلقة للمقاومة الفلسطينية الباسلة المشروعة في مواجهة هذا الكيان الغاصب العدو الصهيوني وكذلك تأكيد مواقف الحزب أنه هذا حزب ضد التطبيع ولم يكن فيه من الأيام كحزب مع التطبيع وكذلك المطالبة فهذه الظروف التي تعيشها الشعب الفلسطيني تعيشها غزة العالم أجمع أصبح يعني يتابع ويحتج ووعي بطبيعة هذا الكيان الدموي لدرجة أنه اليوم يعني دولة جنوب إفريقيا قدمت دعوة أمام محكمة العدل الدولية للمطالبة المحكمة بإدانة العدوان الصهيوني وبإدانته باقتراف جريمة الإبادة الجماعية وهذه أقصى جريمة وهو بالفعل يرتكبها يوميا على المستوى الوطني تم كذلك التأكيد على المواقف الحزب من الأداء دي للحكومة من الأداء دي للجماعات الترابية ومن هذه الملفات الرائجة حول ما أصبح يسمى الآن بملفات الفسد التي طالت بطبيعة الحال تحت قارنة البراءة واحترام السرية دي المساطر القضائية هذا لا شك فيه الآن هناك واحدة المجموعة من الملفات التي تطال منتخبين على مستوى البرلمان أو على مستوى الجماعات الترابية وهذا إشكال حقيقي ولذلك الحزب والمجلس الوطني يرى بأن هذه الأمور لا يمكن معالجتها إن من خلال جو سياسي وحقوقي جديد الذي يركز أولاً على فسح المجال وعدم التضييق على الأحزاب الوطنية الحقيقية وعلى المناظرين الشرفة ويعني أن تقطع بلادنا مع مثل هذه الكائنات وأن تفسح المجال لانتخابات حرة ديمقراطية نزيهة يختار من خلال الشعب من يمثلوا لأن اليوم نحن أمام حكومة أثبتت أنها ضعيفة لأنها خرجت ضعيفة من صنادق الاقتراع وليوم نجد أنفسنا أمام حكومة عاجزة على مواجهة الانتظارات ديال الشعب عاجزة على مواجهة الملفات التي تطرح على أي حكومة أي حكومة لا توجد حكومة في العالم تعيش في بحبوحها الحكومة أصلها أنها عندها فرص وعندها تحديات الكفاءة ديال الحكومة والقدرة ديال الحكومة على أن تتواصل أولاً مع الشعب تشرح ما هي هذه التحدية ما هي الإكرهات وفي نفس الوقت تقترح حلول أننا أمام حكومة عاجزة تعجز على مواجهة الانتظارات وتعلق شماعة فشلها على حزب عدل وتنمية في عدة مناسبات بدون مناسبة وبدون مناسبة من خلال كل هذا الحزب من خلال مجلسه الوطني يعني الذي مر الحمد لله في أجواء إيجابية بالنقاش الصريح الحر المسؤول بالانتقادات التي يجب أن تكون نحن نعتز بكوننا حزب فيه ديمقراطية داخلية فيه حرية فيه مسؤولية ونعتز بمناظلين ومناظلتنا واليوم اللي مطرح من خلال هذا النقاش الداخلي الذي كان وكذلك التقرير اللي تقدم على الهواء مباشرة لأن الحزب يعقد الحزم أن يواصل سنة 24 وهذه السنة اللي احنا فيها اليوم أن يواصل الأداء دياله من موقع المعارضة بطريقة قوية في مواجهة الضعف ديال هذه الحكومة وفي نفس الوقت أن يواصل لعمله التنظيمي على المستوى المركزي وعلى المستوى المجالي والله الموفق